أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الإنجاز الكبير الذي حققه فريق البحرين فيكتوريوس للدرجات الهوائية عبر الدراج ماتيج موهوريتش بحصوله على لقب المرحلة السابعة من طواف فرنسا يؤكد المسيرة الناجحة للفريق في البطولات الكبرى وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة فريق البحرين فيكتوريوس للدرجات الهوائية أصبح مثالا يحتذى به في تحقيق الإنجازات لمملكتنا الغالية في المحافل الخارجية والسعي الدائم للمساهمة في الترويج للمملكة في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد يعتبر فوز الدراج ماتيج موهوريتش بالمرحلة السابعة من طواف فرنسا إنجازا كبيرا في ظل قوة السباق والمشاركة الواسعة من مختلف دول العالم نحن سعداء بهذا الإنجاز الجديد الذي تحقق وسوف نواصل دعم الفريق لتحقيق المزيد من الإنجازات وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لا شك أن هذا الإنجاز لم يأتي من فراغ إنما بعمل متقن وجهود كبيرة من الجهازين الفني والإداري إضافة إلى الدراجين في سبيل تحقيق الرؤية التي يسير عليها الفريق وسوف يكون هذا الإنجاز دافعا كبيرا للفريق في مواصلة حصد الإنجازات أتابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة تنتظر الفريق العديد من المشاركات ونحن على ثقة كبيرة بقدرات الدراجين وحرصهم على تمثيل البحرين بأفضل صورة والتواجد الدائم على منصات التتويج ونتمنى للفريق دوام التوفيق والنجاح هذا وتمكن الدراج ماتيج مهوريج من الفوز بالمرحلة السابعة من طواف فرنسا وسط مشاركة كبيرة من مختلف دول العالم ليضيف إنجازا جديدا لسلسلة الإنجازات التي حققها الفريق في الفترة الماضية ترجمة نانسي قنقر